يقول نسمع عن انتهاك اعراض المسلمات وليس هناك احد يسمعنا صوته نقول لا يجوز بحال ان ينتهك عرض امرأة مسلمة وعلى ولاة الامور ان يحاربوا هذا اشد الحرب وان يقيموا على منتهك الاعراض ما يستحقه من عقوبات اذ الله قال الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف وانه عن المنكر ولله عاقبة الامور